شو رأيك بالأعمال المشتركة العربية واحد ولو سألتك سؤال رؤية حاليا بتنتج أو دخلة تجربة إنتاج المسلسل المكتمل المتكامل المحلي وبقصد بالمحلي إنتاج محلي أردني لو نعرض عليكي أنك تكوني جزء من مسلسل أو عمل أردني بأخذ معاكي وقت للتفكير ولا أنت من الناس ده شرف لي ولا لازم تكوني عارفة المخرج لازم تكوني عارفة السكريبت ولا بتآمني بالأسماء الجديدة الشابة لا أنا وتنسيش الجزء الأول من السؤال أولاً ده شرف لي أن أنا أكون جزء من عمل أردني ده شرف كبير لي وإنت إحنا وإحنا ندخلين قلت لك أن أخذ الستوديو على جنب ده خد لو تفتكر هلا بدنا نقول للناس شو قلتلي وبعدين طبعاً النص الأول من السؤال أنت سألتني عن رأيي في الأعمال المشتركة شيء مهم جداً لأن إحنا بنحتك بثقافات بعض وبطريقة بعض كل على فكرة كل بلد لها طريقتها في تنفيذ العمل نعم غير البلد التانية لما سفرت اشتغلت كذا مسلسل عملت عشق النساء مع الأستاذ ديات شويري المنتج أخرج فيليب أسمر لا كانت الدنيا مختلفة جداً وحسيت أن مش نفس المسلسلات اللي بنعملها في مصر يعني كان مسلسل لبناني مختلف شوية كنا لبنانيين سوريين مصريين في العمل وكان عمل كبير ومهم حسيت يعني فيه حاجات مختلفة عندنا وفيه حاجات أحلى وفيه حاجات أوحش إحنا عندنا فيه حاجات فيها إنجاز أكتر وفيه حاجات ممكن لو خدنا من الطريقة اللي بيشتغلوها هتبقى أحلى نكمل بعض فده مهم جداً جداً يعني فكرة أن أنا المخرجين الجداد أو العناصر الجديدة الأول مرة أنا أعتبر من أكتر الناس في مصر وهم دايماً بيقولوا علي كده وبيأخدوها علي وبيقولوا لي ده غلط في بعض الناس قلت لي ده مش صح أنك دايماً تشتغلي مع ناس جديدة لأن أنا من أكتر ومن أوائل الناس اللي اشتغلت مع ناس جديدة على طول كنت يعني مخرجين بالذات جداد ومنشوف كمان لنت فعلاً يعني شكراً إليك بأنك أنت دائماً برضو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قدش بتدعمي كل الفنانين يعني سواء المصريين أو غير المصريين قدش بتدعميهم لما تشوفي أعمال تستحق بأنها تأخذ الدعم والاحترام والتقدير بتدعميهم فطبعاً يعني هاي نقطة كتير مهمة سوكراً بتقدميها لزمال ترجمة نانسي قنقر